وفي أخبار التقص واصلت مياه الفائضانات الناجمة عن أعصار دوكسوري في إغراق المزارع والمدن في شمال شرق الصين وتكافح أنظمة الإغاثة من الكوارث في البلاد لاحتواء الأضرار التي خلفها الأعصار والذي يعد واحدا من أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات وذكرت وسائل علامة رسمية أن حوالي 15 ألف مواطن نقلوا إلى خارج مدينة شولان في إقليم جيلين الشهير بزراعة الذرة حيث لقي شخص حدفه وفقد أربعة آخرون